السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل الكتاب لمعاصر للصف الثالث الاعدادي. هنأخذ النهاردة. هنأخذها كلمات. هنتعرف عن نوت الصحيح. هنعرف الفرق بين كل الكلمات اللي ممكن تعمل عندنا مشكلة. هنطبع تطبيع عملي من خلال حل الأسئلة علشان نثبت المعلومة. هنقرأ نصوص الريدينج والليسنينج. متعرف على اسهل طريقة. نحل بها سؤال الديالوج وسؤال البراجراف اللي معظمنا بيشتكي منهم. هسيب ليكم في الوصف الروابط السوشال ميديا بتاعتنا من فيسبوك باتس ايب تيلي جرام. اعملوا لها متابعة علشان هيبقى لها شغل كتير ان شاء الله الفطر اللي جاية. بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو. اشترك في القناة. تفعل الجرس. وتضيع اصحابك هم كمان. ويا سلام كمان لو تشجعنا بتعليه جميل في الكومنت سيبقى اكتر الف شيرك. طبعا اننا خدنا ليس الوان وتو والروابط موجودة في الوصف اسفل الفيديو. انتنا معاول حاجة اهم الكلمات. ها قرأ كل كلمة مرتين. جولري. جولري. بوتري. بوتري. سينشري. سينشري. وايلد. وايلد. اندورز. اندورز. سادجيستشن. سادجيستشن. او ادورز. او ادورز. جاردنر. جاردنر. ناخد بوب كويس على اهم الكلمات. جايب لي هنا. لسه فيها خمس كلمات. واربع جمه لو عايز نختار كل كلمة في المكان المناسب. اول حاجة جولري. قلنا عليها مجاهرات. سينشري. دول القرن. سادجيستشن. قلنا عليها اكتراح. بوتري. اللي اوان الفخارية او صناعة الايهل الفخار. لو داخل المنزل. او داخل مبنى معين. نمر وان. بزيارة اسكندرية بدلة من الغرداء. كان ايه بالنسبة لبابا. ده اعتبر اكتراح بابا. يبقى هنا اول واحدة. اكتراح. ده كان اكتراح بابا. نمر تو. الشطرنج يتم ملعبه. يترون بقى هنا. جولري. سينشري. بوتري. اندورس. طبعا اندورس. داخل المنزل. نمر ثري. في بعض القرى في صعيد مصر ما زالت مشهورة بصناعة ايه؟ بيعملوا اواني. يبقى هنا بوتري اللي هي صناعة الفخار. نمر فور. انات is a period of 100 years. فترة زمنية حوالي 100 سنة. يبقى انا بكلم على سينشري. ايبادات نمبر فور. تمام. نكمل اهم كلمات. respond. respond. disagree. disagree. politely. politely. suggest. suggest. arrange. arrange. swimming pool. swimming pool. describe. 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 opinions. opinions. feelings. feelings. final. final. decision. decision. reply. reply. el orman gardens. el orman gardens. trip. trip. review. review. correctly. 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 easily. easily. lovely. 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 kedev. 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 online. online. ready. ready. invitation. invitation. nearby. nearby. invite. invite. نغبع كالتفينيشنز التعريفات هنا فيه أسلحة في الاختيارات سؤال واحد في الاختيارات على التعريفات طبعا معناها 100 عام لقرن معناها لداخل مبنى الأواني الأطباق الفناجين مصنوعة من الطين السلصال أو الفخار أشياء جميلة الناس بترتديها زي الخاتم الخاتم مثلا أو طبعا العقد ما هي كانت تصرفاتها فعالة غير منتظمة ناخد متلازمة يعني الفعل ده بيجي مع تعبير معنا فبيدي معنا معايا وممكن يغير معنا الفعل حسب الليل اللي بيجي معنا يتخذ القرار يقدم اقتراح يخطط يعد وقتبط الغداء يتأكد يقوم بعمل يقوم بعمل شيء ما يقوم بمرسط رياضة يمارس نشاط الفوكبولار السطادي دراسك والمتعلق بكلمات هناخد السينونم والأنتونم المرادة في المضاد كلمة خارجي طبعا السينونم المرادة في بتاحها أو الدور وعكسهم اللي هو الأنتونم أو الأوبزيت في الخارج عكسها أو بتساوي اللي هو السينونم بتاحها معناها وطبعا الأنتونم أو الأوبزيت in doors بطريقة مهدبة بتساوي وعكسهم بطريقة غير مهدبة يتذكر بتساوي وعكسهم ينسى يوافق سوى وعكسهم يرفض البريفكس والصوفكس لحرف البادئة والنهية البريفكس يعني حرف بديك يفقول الكلمة ودونا قبل كده ممكن تغير معنى الكلم دي آي اس لما يجبها فوق الكلمة بتدي عكس المعنى زي كلمة disagree يعترض أو غير موافق اي ام بتطع عكس المعنى زي كلمة impolitely بطريقة غير مهدبة اي ار ان دي بنول علىها صفكس بتيجي فخر الكلمة بتكون الصفة زي كلمة نورثيرن شمالي سوثيرن جنوبي ايستيرن شرقي ويستيرن غربي اي ار تكون اسم الفاعل زي كلمة جاردنر وستاني او جنيني اي او ان تكون الاسم من الفاعل زي كلمة suggestion اكتراح ناخد بعد كده general notes ولحظات عامة الفرق من كلمة indoor و indoors outdoor و outdoors واحدة واحدة بركز معي اللي ما فيهاش اس ديات تعتبر صفة والصفة تصف الاسم وتأتي قابله يبقى هنا indoor بيجي قراء اسم واو الدور خارجي بيجي قبلها او بعدها هنا اسم مثلا يعني هنا كرة اليد كرة الطائرة تعتبر يعني العاب رياضية تلعب داخل المباني او داخل المنزل تمام كده وتستخدم كصفة ويأتي بعدها ايه اسم لكن indoors الفائس ديات ظرف او حال والظرف او الحال بيجي بعد الفعل عشان يوصفه هنا قبل كده الصفة تصف الاسم وتأتي قبله الحال يوصف الفعل ويأتي بعده فوتبول is played outdoors قرط القادة ميتم لعابها خارج المباني outdoors انا افضل ان اذهب الى مكان ما يعني داخل مبنى معين احبش الامات المفتوحة يعني open ينفع تيجي فعلي معناها يفتح او تنفع صفة معناها مفتوح هنا طبعا فعل عضيقة الارمان يعني بتفتح الساعة تسعة صباحا المحلات عادة تكون مفتوحة يعني حتى الساعة الثانية عشر في الليل في الصيف بين الصفة important expressions and propositions اهم التعبيرات وحرف جرر الهم اهم الexpressions اللي عندي disagree politely يرفض بسلوب مهذب play a computer game يلعب بلعبة حاسوب give an answer يعطي اجابة او رد check work يفحص عمل that sounds like a great idea هذه تبدو فكرة رائعة get married يتزوج take a boat يستقل لقارب meet up يلتقي او يقابل agree with يتفق مع شخص prepositions حرف الجر agree on يوافق على شيء ما reply to يرد على think about يفكر في go on a ferry يذهب باستخدام المعدية on the river في النهر for lunch لواجبة الغذاء thank you for شكرا على arrange to يرتب لي add a nearby shop في مدجر قريب الليسون 5 عندنا هنا dialogue اللي يعتبر من نصص الاستماعي يعني مهم جدا نقرأه عشان برضو ممكن يجي لنا حاجة زي كده في الانتحان بس طبعا بيختصره بيشير من الجمل ويعدل في حاجة بسيطة باسل بيكلم طاهر فبيقول له hi طاهر would you like to meet up tomorrow اراك نتقبل بكرة فطاهر قال له hi باسل that would be great هيبقى شيء عظيم shall we go to the sport center قال ممكن نروح المركز الرياضي الناد الرياضي باسل رضي عليه قال له i'm not sure انا مش بتأكد i hurt my leg انا رجل مصابة so i can't play sport at the moment فمش هقدر هلعب هلعب دلوقتي طاهر رضي عليه قال له oh dear يا الهي shall we go to the park then طب نروح بقى الحديقة فباسل قال له maybe but it's a long way to walk ده هيبقى في طريقة طغيل عشان نمشي فيه i'd be refer to go somewhere indoors والله احب يعني وفضل هروح يعني مكان يكون داخل مبنى زي مطعم سينما طاهر رضي عليه قال له ok how about the museum يراك في المتحف باسل قال له perhaps maybe ربما يعني but it's always busy on saturdays بس بيبقى دايما مزدحم كل يوم سبت بعد كده طاهر قال له ok so what would you like to do طب ايه بقى اللي تحب تعمله باسل قال له i think it would be nice to watch a computer game هي بقى شيء لطيف لو احنا طبعا اي شهيدنا لابد computer there is a new one which lets you practice your english في لعبة جديدة هتسمح لك انك تماري صلاة الانجليزية بتاعتك طاهر قال له that sounds like a great idea قال له دي هاتفكرة رائعة why don't you come to my house طب ليه مات ايه رائعك بقى تيجي المنزل عندي باسل قال له i'd like to اود أن يعني هو كده وافي thanks شكرا لك طاهر see you tomorrow اراقا وضا ناخد بقى كده نص المنصوص reading يكلم على visit الورمان عامل زي ما يكون دعاية كده قل لك ايه تعالى لزيارة او يعني تعالى عندنا زور ايه حديقة الورمان تعالى تعلم وعرف عندنا معلومات لما الخدوي اسماعيل طلب من بستاني او جنيني فرنسي مشهور انه يكون بزراعة غابة الكلام ده كان في القرن 19 غابة من الاشجار find out how the ormangarden became famous in 1910 يعني اكتشف كمان ازاي الورمان جاردن اصبحت مشهورة سنة 2019 learn how the garden protects many important plants and trees كمان اتعلم وعرف ازاي الحديقة ديات قامت بحماية العديد من النباتات المهمة والاشجار المهمة فيها حاجات ندرة يعني see plants, trees and flowers كمان هتشوف النباتات والاشجار والزهور that grow nowhere else in Egypt ليست يعني لا تنمو في مكان اخر غير مصر location اللو الموقع dock straight جيزة شارع دقي في جيزة هنحل مع بعض دلوقتي حوالي 20 سؤال على الجزء الخاص بكلمات نمبر 1 خدوي اسماعيل طلب من من بقى كان فرنسي مشهور طبعا جاردن نحن نعلم جنيني او بالساني مشهور يعمل لغابة في الاشجار في القرن 19 نمبر 2 هشام was born in 1981 هشام تولد 1981 which was in the last طبعا دكت لانده كان in the last century في القرن الماضي مام ندرت في القرن العشرين طبعا كلمة decision قرار year عام area منطقة بالمناسبة في رقم واحد كلمة donor يعني متبرع ودينتس طبعا طبيب اسناك نمبر 3 the children played to die because it was very hot outside لاطفال بيلعبوا فين دلوقتي لان الجو في الخارج حر جدا اذا هم بيلعبوا من داخل المنزل بدل جابلي فعل قبله نواطي بتختار الفائس هتبقى طبعا ايه indoors احنا بنا دي اتحال او ظرف تصف الفعل وتأتي بعده لكن لو صفها هتبقى من غير الاس بتيجي قبل الاس عشان الصفة بتصف الاس موتاتي قبله نمبر 4 not animals live in the forest الحيانات الهين اللي بتعيش في الغابة طبعا wild animals حيانات ايه برية متوحشة نمبر 5 i need comfortable shoes to die because i'm going to walk ولانا احتاج يعني احزيها مريحة النهاردة لان i am going to walk سوف امشي ايه اكيد طبعا هيمشي خارج المنزل نفس الفكرة برضو يا جماعة هتبقى فائس ليه لانه جاي بعد الفعل وديه الظرف او حال هيمشي في الخارج ديه الظرف يصف الفعل اللي هو كلمة walk نمبر 6 no one like the adults not about the trip طبعا ما فيش حد عجبه خالص الاقتراح بتعادل اي suggestion ليه بقى اكمل كده all his friends disagree كل اصدقاء ورفضهم تمام ما وفقوش يعني طبعا problem مشكلة information معلومات pool حمام السباحة نمبر 7 not means boats, plates, cups that are made from clay ليه معنىها اواني اطباق فنجين طبعا بتوصنع من ايه طين السلصال يبقى اكيد طبعا pottery اللي هي letter B pottery اللي هي صناعة الفخار لكن poetry الاولانية مقصود بيها الشعر اللي هو ايه فن الشعر jewelry للمجاهرات industry صناعة نمبر 8 means the pretty things that people wear such as rings معنى كلمة اللي هنختارها اشياء جميلة الناس بتردديها زي الخاتم وزي العقد يبهن ايه jewelry اللي هي المجاهرات تمام furniture اثاس transport المواصلات او النقل والمواصلات بلد لو الدم نمبر 9 a period of 100 years means الفترة الزمنية اللي هي حوالي 100 سنة معناها ايه طبعا معناها century corn طب ليه مصر مختارناش decade decade يعني العقد وده عشر سنين طبعا country بلد ويجير يعني عام نمبر 10 to give the antonym of the word politely we add the prefix عشان ايه اجيب بقى مضاد كلمة politely بنضيف ايه بقى لكلمة politely طبعا هضف لها m اللي i am in politely عشان تبقى غير مهزب في ناس كتبين دايما بيختار في العكس بتاع كلمة un مش شرط يا جماع نمبر 11 we add the prefix to the word agree to give the opposite طبعا بنضيف الحروف الهين الى كلمة agree عشان تدينا عكس الكلمة طبعا agree بعكسها ايه disagree تمام نمبر 12 the word outdoor is the opposite of كلمة outdoor عكسها ايه طبعا عكسها indoor بترسي نمبر 13 memorize has the same meaning of كلمة memorize لها نفس المعنى بتاع ايه طبعا memorize يعني يستذكر او يتذكر بتساو remember تمام كلمة forgive you سامح forget ينسى ربلا يرض نمبر 14 كلمة شمال ديات اسم can be an adjective ممكن تبقى صفة by adding اللي مضيف لها طبعا ERN هتبقى northern يعني شمالي نمبر 15 you must speak politely with your teachers رجب ان تتحدث بادب مع المدرسين بتوعك the synonym of the word politely مراد في كلمة politely طبعا هتبقى kindly يعني بطيبة طبعا in politely بطريقة غير مهذبة مش هتنفع نمبر 16 my brother is not married next week everything is arranged كل شيء مترتب له يبقى أخي هيتجوز الأسبوع اللي جاي يبقى getting married يتزوج نمبر 17 what time are we going to me tomorrow هنتقابل إنت بكرة خلي بالك نلتقي يبقى هنا meet up يعني يلتقي تمام نمبر 18 thank you not asking me to come to the party شكرا لأنك طلبت منك الحفلة يبقى هنا thank you for شكرا من أجل تمام نمبر 19 the decision my brother has wasn't easy القرار اللي أخويا عايزوا لك اللي أخويا اتخذه لأن كلمة made صح هنا make decision يتخذ قرار الماضي منها أو تصريف التالت made decision نمبر 20 my mother found the bakery so she bought fresh bread يعني أمي وجدت المخبز وجدته إيه لذلك هي اشترت هبز طازق إذن هي وجدت المخبز أبن مفتوح لأنك المتقول معناها يفتح أو مفتوح نقوم بها كده مهارة how to make and respond to invitations and suggestions إذا تقدم تقدم اقتراح يعني تفضينا الطرحات أو دعوات ورد على إزاي ممكن نستخدم أكتر من طريقة لعمل دعوة أو اقتراح would you like to زائد المصدر shall we زائد المصدر how about أو what about زائد الاسم أو ال-ing why don't you زائد المصدر خدنا الكلام ده كله كتير دي طرق الاقتراح كلها why don't you زائد المصدر it would be nice زائد المصدر كلها طرق الاقتراح طبعا أنا وفع سيكون عظيم طب هرفض مش متأكد يا فضل إن أنا روح مكان يعني يكون مكان داخلي يعني مغلق ممكن بقى أعبر على التفضيل الزاي في أكتر من سيغة ممكن أقول الفاعل المصدر مثلا يبقى أنا جاء وعد كلمة مصدر ممكن نفعل بذل ما جابش أجيب ممكن يجيب اللي بيجي قبل زي اللي بيجي بعدها يعني إيه مصدر يعني لو جيه قبل اللي هي مع بريفير دي جيه قبلها يبقى أنا هجيب بعدها جيه قبل اي نجي هجيب بعدها اي نجي مثلا أنا بفضل لعب كرة القدم على لعب البسكتبول بيفضل الشاي على القهوة يبقى أنا بريفير اسم تو اسم أو بريفير اي نجي تو اي نجي ناخد بعد كده بوب كويز على السبيكن مارت السبيكن نحل ديالوج لقدامنا ونزيع عشان نحل ديالوج بنعمل ايه اول حاجة بكتب علي مين زي ما انتم شايفين كده قطوات تكوين السؤال عدد استفهام فعل مساعد فاعل فعل تكمل بعد كده بقرأ العنوان بتاع ديالوج عشان بيعرفني الديالوج بيكلم على ايه بولي هنا كمال كمال بيكلم على قضاء يوم خارج المنزل الخطوة التالتة بقرأ ديالوج بالكلم غير محل ولا كلمة ليه عشان عرف التفاصيل بتاع ديالوج قطوة الرابعة اقرأ ديالوج كمان مرة وابدأ حلو بسأله اجابة كمال بقول ايه رايق نقضي يوم مرح كده خارج المنزل الجمع القادمة طبعا هو بعد كده بيكمل قال له اذا انا اكيد هو هنا اهواف ممكن يقول له فكرة جيدة طبعا هو قال له يعني يعني مش متأكد هنا انا ممكن نروح فأول قال له سأل سؤال رد عليه قال له اسهل سؤال بتاعيسكن اول حاجة انا بش بيسأون وبحكا او راح عمل مقصب هل في هنا مرح كدير قال له ايوه سأل سؤال ثالث او رابع قال له ده في تسليه كتير هناك ومطاعم والعديد من الحاجات اللي نركبها وكمان في عرض الدولفين اكيد هيقول له طبعا ايه هيقول له يا طرق اه الاماكن اللي هناك ايه الاماكن اللي هناك قال له طبعا في الاخر هيقول له ايه اكيد طبعا هيقول له ده شيء مزهل اه كانت الاجابة بعد كده طبعا مهارة الفكرنا طبعا بكتابة الايميل قلنا كلام ده قبل كده ممكن تكرهه براحتكم والاجزاء بتاعته جاب اللي بقى هنا بعد كده على وقرانها من شوية واخدنا منه افكار نفس الافكار ومترجمة كراها برضه وكتب موضوع باسلوبك انت ناخد بعد كده انا اخد دلوقتي التمارين عامة على درس فعل المساعد فاعل فعل خطوة تانية اقرأ الانوان احنا حفظناهم خلاص بقى اقرأ الانوان بتاع دلوق تمام عشان اعرف ايه دلوق ده بيتكلم على ايه بعد كده الخطوة التالتة ابدأ اقرأ سؤال او اقرأ دلوق بالكامل من غير ما حل ولا كلمة الخطوة الرابعة اقرأه كمان مرة وابدأ حل اسأله اجابة نادر وماهر نادر وماهر بيخططهم ان هما يزوروا المتحف نادر بقول ايه هاي ماهر هتحب انك تزور المتحف غدا ماهر قال له ياس يتسأل جود ايدي قال له ده فكرة كويسة وسأله سؤال نادر رد عليه قال له هيفتح الساعة تسعة انت هتسألين على ايه برافو عليك هتسأل على الوقت يبقى نشب لنا بسأل عليه هسأل بايه اداد السفاة مثلا وليكن نكون اقوله رقم اتنين فعل مساعد ما فيش ام از ار ما فيش اي فعل نقص ولا مساعد هاجب من عندي اما دو طبعا هاجب من عندي يبقى الفاعل اول الكلام الفاعل الاساس اللي انا لقيت فيه يبقى هنا هشيل منه يبقى هنا نادر قال له ممكن نروح بالمترو وبعد كده سأله سؤال قال له المترو لو بيغادر الساعة ثمانية ازا هو كده وافق فممكن يقول له ايه ممكن يقول له اوكاي مثلا وليكن شور مثلا يعني ايه حسنا بالتأكيد او يقول له يقول له اهي ان كان الاجابة نادر بعد كده سأله سؤال رد عليه قال له نفس الفكرة بتاع السؤال اللي فات اللي احنا عملناها من شوية هشب لانا بسأل عليه اشتبط الوقت هسأل على الوقت بايه مرافو عليكو هسأل عليه بكلمة تمام دي ات اول حاجة ادات ايه استفاة رقم اتنين فاعل مساعد هتلاقي كلمة زي ما قلنا من شوية هنجيب ضاز عشان فاقس لان ما فيش فاعل مساعد تاني رقم تلاتة الفاعل اول الكلام طبعا زال واحدة مش هتنفع طب زا فرست برضو ما تنفعش زا فرست مترو ترين كل ما هو قبل الفاعل المساعد او الفاعل اساسي يكون في محل فاعل رقم اربعة اللي هو الفاعل الايه الاساسي هشيلي منه الاس يبقى ليف رابع عليكم نادر بعد كده قال له هتستغرق قديه عشان نروح المحطة طبعا طبعا هنتستغرق هنت تتكلم على حطة مترو فانت ممكن تقول مثلا 15 دقيقة مثلا بعد كده نادر قال له هي المحطة بعيدة عن المتحف طبعا ده خمسة رجلقة مش حاجة يعني فقال له ايه قال له طبعا لا هي ايه مش بعيدة تمام بعد كده ناخد سؤال وقلنا السؤال ده قبل كده عشان نحله افهم اللي هو لك عليه جاب لك ليس تفاست كلمات جاب لك فقرة فيها اربع فرغات يبقى انت عندك كلمتين زيادة دي اول نقطة خلي بالك منها النقطة التانية ان فيه نقطة من الاربع فرغات دول خاصة بالجرامر وانت بتحلي خلا بالك برده عشان احلي سؤال صح اقرأ كلمات اللي فوق افهم معناها اقرأ الفقرة مرة واتنين وثلاثة لما افهمها كويس وابدأ احلي بعد كده كلمة دي جيت يحصل على اوبن يفتح او مفتوح اوبن يفتح فعلا مدرع في اس مريح انا اتطلع الى رحلتنا لحذكة الارمان ات نقطة ات ناين اي ام يبه هي ايه اكيد ات اوبنز يتفتح ايه سارك مننا ايه سارك مننا ساعة عشان نوصل هناك التقييمات اللي موجودة للحديقة يعني تقييمات رائعة الحديقة طبعا كبيرة جدا وفي حاجات كتيرها ايه هنشوفها بس يتأكد ان انك لابس ايه حزاء ايه اكيد طبعا كنفوته والمريح لانك هتيمشي كتير تمام ناخد بعكات سؤالة الأشياء المصنوعة من الايه من الفخار بنسميها ايه طبعا بوتري لكن كلمة بوتري والشعر المواضيع يعني دراما ممكن ايه المادة المصلح مثلا نمبر تو عادل دعاني لحفلتين ميلاده لكن انا ايه طبعا لاني مشغولي ب انا رفضت طبعا لان اكسبت يقبل اجري وافئ اللو يسمح نمبر ثري احنا نفضل ان نبقى في الايام الممترة الطبيعي ايه طبعا نبقى داخل المنزل هاتول انا بحب المطرة ايز اخروك انا بكلمك عالطبيعي ولي الناس اغلب الناس بتعمله نمبر فور عشان اجيب عكس كلمة اجري ويادزا بريفكس هادف لها ايه هادف لها دي اي 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 بيت نمبر فايف كلمة ريميمبر تعتبر مضادة لكلمة ايه ريميمبر يتذكر يبقى هنا فورجت ينسى دي ستروي يدمر بروتكت يحمي كري يحمل نمبر سكس الشخص اللي بيعمل في الحديقة بنسمي ايه طبعا جاردنر لو ايه بستاني او جنيني كلمة تيتشر معلم انجينير مهندس كربنتر نجار نمبر فور صحة كلمة اللي بنقص ايه حان نسى هنا من شوية في الاقتراح بقول ايه بجيب الفعل في اي 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 جي نمبر تو شال وي وينت لا ده شال وي جو لاني شال فاعل مصدر طبعا هنا كلمة بريفيرز ديها ما تنفعش هتبقى ايه بريفير فقط لاني بيجارها مصدر يبقى ايه بريفير على طول نمبر فور احنا قلنا بنفس الكلام برضو كل الاجتراحات تقريبا بيجارها مصدر ما عادة بطباطة هوا باوت يبقى هنا من غير الاس اي اسمها ايه برافو عليكم لما لاتتي الى منزلي اخر سؤال عندنا اكتب مئة وعشرة كلمة عن ايه قصة قصيرة عن رحلة او زيارة الى المعرض طبعا الموضوع ده مجاب فخر الكتاب اقرأوه ما تنقلوش بالنص طبعا خد منه افقار وكتب اسلوبك انت بس راعي ايه اول حرف في جملة كابتل اخر جملة فيفر الصوب سيب مسافة من الكلمات ما تغلطش في والجرامر علشان ده عليه ايه عليه درجات احنا كده وصلنا الاخر حلالة النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنسلش يعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دولستعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته